نروح لآخر لقاهتك مع عمر بن لادن أخو شيء وين صورت معه فيه؟ في مكان ما وين؟ هو هذا مكان ما يعني في فرنسا؟ ما أقدر لا مو في فرنسا بس خل أستثني لك فرنسا عدا فرنسا عدا تختار أي مكان بس ما أقدر أجاوب يعني يعني في دولة عربية هذا السؤال الأخير أعذرني اسمح لي ما أقدرني ألمح وين؟ عربية دولة عربية لأن هذا كان بناء على طلب الضيف وأنا التزمت يعني معاه في كلمة يعني يعني ما بيأكسر كلمتي يعني هو طلب منك ولا طلب منه؟ لا هو طلب مني نحن ما نبي نعلم لا لا هو طلب من منكما طلب اللقاء أنا سعيد للقاء ليش؟ اسم يعني وهو في شخص رشح لي من هذا الشخص؟ ما رح أقدر أقول الاسم يعني بس في شخص رشح لي قال لي عمر وسانا باللعدن تبي اسم واللي رشح لك ضيف سابق أقول لا مسؤول لا شخص يعني أحب هايت قاعد جرج يعني أنا أوكي مرة ثانية قلت لك يعني أنت قاعد نبيع الماء في حارة سايين لا شخصي يعني مرة ثانية ما أقدر يعني لحساسية مرة ثانية حلقات يعني عمر وسانا باللندن حلقات يعني حساسة جدا وفيها مليانة ألغام وحقول ألغام سنة ونص ظل الموضوع تفاوض على ما وصلنا إلى بس الهدف العام من اللقاء إيش إيش يبغى هو يريد يفتح صفحة مع المملكة تسألني عن قناعتي تسألني عن انطباعي ما بيقول قناعتي تسألني عن انطباعي الخاص معلوم هلين تقعت معه كم سجلت من حلقة معه 19 حلقة بكرة بكرة آخر حلقة 19 حلقة يعني بينك وبين عمر مو بس لا صورناهم على مدى يومين ونص طيب انطباع أنا شخصي قد أكون مخطئ فيه قد هو يختلف معي أيضا فيه بس انطباع الشخصي نعم هو حاب أنه يفتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية لأن في اللقاء اللي تتابع اللقاء سمع أمر سام بن لادن يؤكد على جزئية عدم جواز الخروج على ولاة الأمر تجديدا للولاء والبيعة لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية فهذه كانت رسالة كلها إيجابية وأنا كان عندي مهم جدا أن البرنامج ما يستخدم بشكل سلبي خاصة على مستوى الخليج ونت تحب تبطلع رسالة إيجابية أهلا وسهلا ممتاز جدا بس في النهاية طبعا هناك قصص قالها تتعلق بقصتها هو شخصية مع والده هو موضوع الوسيط هل يخرج اللقاء من سياقه والصحفي الإعلامي الميهني إلى سياقات أخرى ما فيه أن تسؤال يعني موضوع الوسيط ومن اقترحه ومن رتب أنه هل هي شغل مخابرات شغل دول لا 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 أبداً ما فيه لأني أقولك مين الشخص أبداً لا مخابرات ولا دول إطلاقاً بس يعني شخص يعني عارفه زين ويعرفني يعني وعنده علاقة مع عمر عنده علاقة جيدة جداً مع عمر فقال لي أنا أقدر أوصل الله إذا تبي فأنا أي ضيف أي شخص قاعد يقول لي ترحنا عندنا عندي علاقة أقول لي أجيب العكس حسناً أجيب تعود تعش نعم 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 شكرا